اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند نهاردة عندنا كذا موضوع مهم جدا وموضوعات فيها معلومات جديدة الناس هتسمحها لأول مرة سواب النسبة للنادي الأهل اللي هو داخل بالتأكيد على مرحلة مهمة جدا داخل على مرحلة المباراة الأخيرة والحاسمة مع الهلال السوداني أحد أيام واحد أو اثنين إبريل والمحددة بشكل رسمي إلى الفريق الباقي من الفرق المتاهلة للدور ربع النهائي في مسابق الدوري أبطال إفريقيا النادي الأهل كان خد أجازة يوم 18 مارس عاقب مباراة المريخ السوداني وكان الجهاز الفن بقاتل بيتسو مسماني منح الفريق أجازة حوالي 8 أيام إذن الفريق هيعود إن شاء الله للتدريبات يوم السبت القادم الموافق 26 مارس استعدادا لمواجهة الهلال السوداني كلنا عارفين من يوم 26 لغاية يوم 2 إبريل أو 1 بليب نتكلم في حوالي 5 أيام على موعد هذه المباراة الهمة جدا ولكن أجندة الآلي خلال الفترة اللي جاية ناس كلها بتتكلم على معاد مباراة الهلال السوداني طب لو نتكلم عن باقي مباراة الفريق خلال شهر إبريل مباراة صعبة جدا وفي نفس الوقت ضغط مباراة ومباراة متتالية ما بين محلية أو إفريقية طب من بدر كده النهاردة نتكلم على اللي جاي زي ما تكلمنا كده عقب العودة الفريق من كاس العالم الأندية وقلنا الأجندة الفترة الجاية وضعها يبقى إزاي والحمد لله يمكن أول ناس كلنا تكلمنا في الجزئية دي وتكون لتكلم بعدها معدل زمني فارغ زمني من كل مباراة الثانية 72 ساعة ضغط مباراة غير طبيعي محلي وإفريقي إلى أن الحمد لله الأهل حقق يعني ما يقرب من حوالي 99% من هذا المشوار بشكل نجح لا يتوقع إلا 1% أنه يتقطع مباراة الهلال السودان لأنه تصدر الدوري وفي نفس الوقت مباراة الهلال هتكون حاسمة في التأهل إلى مرحلة الدور ربع النهاية طيب أجندة مباراة الأهل في شهر إبريل المقبل أولى المباراة أحد أيام 1 أو 2 إبريل الأهل يستضيفي للهلال السوداني على ملعب الأهل والسلام هنا إن شاء الله في القاهرة دي المباراة الجولة الستة والأخيرة في دوري أبطال إفريق ثم بعدها 4 أو 5 أيام يوم 6 إبريل ووقتها بقى نكون دخلنا في شهر رمضان الكريم كل سنة وحضراتكم طيبين مباراة الأهل والاتحاد السكندري يوم 6 إبريل ثم الأهل يسافر إلى برج العرف الأسكندرية لمواجهة المصري يوم 9 إبريل إن شاء الله الأهل يتخطى مرحلة الهلال السوداني ويتأهل إلى الدور ربع النهاية ذهابت دور ربع النهاية دوري 8 أحد أيام 15 أو 16 إبريل والمباراة دي إن شاء الله هتكون في القاهرة لأن الأهل هيكون ساعتها في المركز الثاني وأولى مباراة هتكون في القاهرة أحد أيام 15 أو 16 إبريل طيب المباراة اللي بعدها والنهاردة وحنا بنتكلم 22 مارس من بدرة هو عشان لما نتكلم في الجزية دي محدش وقته يطلع يقول لك لا إزاي ما ألعبش مباراة طيب إلها لعنده مباراة مع أمبي يوم 19 إبريل في الدور العام اتحاد الكرة قال إيه بقى؟ نركز في الكلام اللي جاي ده تؤجل مباراة النادي المشارك في دوري 8 لبطولات الأندية الإفريقية يعني المباراة دي هتتأجل وتقام خلال مؤجلات كأس مصر والدوري العام تؤجل هذه المباراة وتتلعب خلال فترة مؤجلات كأس مصر والدوري العام إذن إن شاء الله الأهل يتخطى مرحلة الهلال السوداني هيلعب مباراة الزهاب يوم 15 أو 16 إبريل في القاهرة عنده مباراة أمبي يوم 19 هتتأجل قدامكم على الشاشة ده المنشور اللي كانت تحاد الكرة أو تحديدا ربطة الأندية المحترفة كانت أعلنت جدول المباراة وقالت أي نادي هيشارك في مرحلة دوري 8 وعنده مباراة في التوقيت ده ما بين لقاء الزهاب والإياب هتتأجل وتتلعب مع مؤجلات كأس مصر أو مع مباراة الدوري العام مستقبلا فبالتالي الأمر واضح جدا من خلال المنشور اللي قدامكم على الشاشة وده اللي كان أعلنته ربطة الأندية وقت إعلان كل مباراة الدوري حتى الأسبوع الخامس عشر طيب بعد كده لقاء الإياب إياب دوري 8 هتكون أحد أيام 22 أو 23 إبريل وهتكون المباراة دي خارج مصر بإذن الله وطبعا ده كله هتحدث بقى هتلاعب مين وهتواجه مين ده بناعة القرعة اللي هتتعامل عاقب مباراة الجولة الستة والأخيرة غالبا بالكتير أولا هتكون بعد 48 ساعة من ختام مباراة الجولة الستة سواء في دور الأبطال أو الكنفدرالية بعد 3 إبريل طيب الأهل عنده مباراة ما يطلع الجيش يوم 27 إبريل ثم يختتم مباراة شهر إبريل بمواجهة سيراميكا كيليو باطرا يوم 30 إبريل مواجهات قوية جدا وبنتكلم على 3 مباراة إفريقية إن شاء الله وحوالي 4 مباراة محلية وإن شاء الله الأهل يكمل في صدارة الدور إحنا كان مهم جدا وإحنا بنقرب من ختام شهر مارس نتكلم عن أجندة الأهل في شهر إبريل وإنتم متوقعين مننا ودائما متعودين مننا إن إحنا كل فترة بنعرفكم اللي جاي بالنسبة للأهل إزاي سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الإفريق طيب خدوا بالكم لسه لغاية للوحدي لغاية لللحظة دي ما تحددش معاد مباراة الأهل والهلال السوداني هتتلعب إمتى نهاردة بنتكلم في 22 مارس يعني بالزبط بقي حوالي 10 أيام خلال 48 ساعة بحد أقصى هيتحدد الموعد والتوقيت والمكان والزمن كل شيء هيتحدد بخصوص الجولة الستة وخدوا بالكم في نقطة مهمة جدا سبع عنديا اتحدد بشكل رسمي يعني خلاص تأهله إلى مرحلة الدور ربع النهائي ومجموعة الأهل تحديدا اتعرف أن ساندونز هو المتصدر ففكرة أن الجولة الأخيرة تتلعب في توقيت واحد بالنسبة للمجموعة الأهل لغاية اللحظة دي مش مؤكدة خاصة أن المباراة تتلعب بنسبة كبيرة في شهر رمضان يوم 2 إبريل فممكن تتلعب في الفترة المسائية حوالي الساعة 9 مساءا بتوقيت القيرة كل ده يتحدد خلال 48 ساعة اللي جاي طيب عندي كمان